بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة أشياء تقوي عليك أعين الحساد فيتملكون منك ويدمرون حياتك حرفيا إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله البيت ذات يوم فوجد عندي جارية بها سفع والجارية هي البنت الصغيرة وبها سفع يعني إحمرار في وجهها تقول أم سلمة تدخل علي رسول الله البيت ذات يوم فوجد عندي جارية بها سفع فقال لي أم سلمة استرقوا لهذه الجارية فإنها مصابة بالنظرة استرقوا لهذه الجارية أي طلبوا لها الرقية الشرعية ومعنى أنها مصابة بالنظرة أي أنها مصابة بعين الحاسد أجارنا الله تعالى وإياكم إخوتي في الله لازلت أكرر وأقول إن الحسد والله أخطر موجود في هذا الوجود الحسد والله أخطر من السحر الحسد يخرب البيوت ويدمر الأسر ويفشل الناجح ويفرق بين المرء وزوجته ويهلك المال ويذهب بالربح والتجارة ويقطع الحرث والنسل ويأتي على كل شيء فيهلكه من بنيانه والقواعد ليس هذا فحسب الحسد أحبة في الله يقتل يعني يصاب المرء بالنظرة العائنة الحاسدة أجارنا الله وإياكم فيموت ولو كان في عز صحته وعنفوان شبابه فهذا ليس كلامي أنا وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح الذي يقول فيه إن العين حق أي العين التي تعين العين التي تحسن إن العين حق وإنها لتنزل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبرى يعني الجمل الذي هو يعني ضرب الله به المسأل سفينة الصحراء فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقه يقلك أنه هو يصاب بنظرة العائن فلا تلحقه إلا بالسكين تحلله كذلك الرجل الذي هو في عنفوان صحته وشبابه يصاب بنظرة العائن أجارنا الله وإياكم فيدخل القبر أن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذا نريد أن نحصن أنفسنا من الحسد كثير من الناس بيستهن بالحسد مع أن والله لا أكون مبارغا أن يقولت لكم تسعين في المئة من الناس بيصاب بالحسد لإني أعين الحساد والموتورون والموغورون في صدورهم كثرت علينا كثيرا أجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم عشان كده جمعت لكم في هذه الحلقة بإذن الله ثلاثة أخطاء عليك أن تتجنبها وعليك أن تحذر منها وعليك أن تعرفها ليه يا جماعة الخير أن هذه الأخطاء بتقوي عليك أعين الحاسدين لو وقعت في خطأ من هذه الأخطاء ما فعلت إلا أنك قويت عليك أعين الحاسدين وجعلتهم يتملكون منك وبالتالي سيدمرون حياتك حرفيا أدين أقوله سلس أخطاء علينا أن نتجنبها وأن نحذر منها نهائيا طيب الخطأ الأول من هذه الأخطاء التي تقوي علينا أعين الحاسدين وتجعلهم يتملكون منا ويخربون حياتنا الخطأ الأول هو التباهي بما عندك من ممتلكات وذكرها كثيرا أمام الناس ودول أكتر ناس بيتحسدوا اللي هو ما عنده السير أنه يحكي عن اللي معاه أنا معي كذا أنا تقرت في كذا أنا اشترت كذا أنا بعت كذا أنا ربحت في كذا أنا كسبت في كذا يحب دائما أن يخطف أنظار الناس إليه ويتباهى لا حبيبي انتبه الكتمان ثم الكتمان ثم الكتمان استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لا تطلعوا الحساد على نفائس وثمائن ما عندكم من المقدرات والمتخرات هيحسدوها وما ضرتهم والله بذلك إلا أنفسكم دانت لو داخل مشروع أو داخل في تجارة ستربح منها إن شاء الله وحكيت أمام أي حد بيحسد مش هتلحق تكملها مش هتلحق تكمل مشروعك ولا هتلحق تكمل تجارتك إنما ستجدها وقفت مرة واحدة وتعطلت تعطيلا نهائيا أجرا الله سبحانه وتعالى وإياكم إذن أول شيء التباهي بما عندك من الممتلكات وذكرها أمام الناس ده حاجة ممنوعة استعين على قضاء حوائجك بالكتمان تقول لي يا مولانا بس خلي بالك أنا آه بنحكي بس بنحكي قدام ناس أنا عارفها مش بتحسد وما أدراك أه وما أدراك أنها لا تحسد ما أدراك أخي حبيب في الله إذا كان الحاسد نفسه ما بيعرفش نفسه أنه بيحسد فأنت هتعرفوا إزاي؟ أيها الله ده مش كلامنا ده كلام العلماء الأجلاء قالوا وكثير من الناس يحسد وهو لا يدري أنه يحسد بل لا يتحكم في عينه التي تحسد فلا يدري متى يحسد ومتى لا يحسد اللي زي ده بيحسد حتى بيته وعياله وممتلكاته كل حاجة معاه فإذا كان هو مش عارف نفسه أنه بيحسد فبيحسد نفسه فباش هيحسدك أنت لا فإحنا كما قلت الوقاية خير من العلاج أول حاجة تعملها حبيبي في الله تستعن بالكتمان لا تحكي بما عندك من المتكاتب والمقدرات ولا تطلع أي حاجة لا تطلع أي شيء مما عندك في أعين الحساد طيب قريب الشيء الأول الشيء الثاني من الأخطاء التي يقع فيها الناس فتجعل أعين الحساد الحساد تتقوى عليهم هي ترك التحصين وترك الوقاية من العين والحساد سواء كان التحصين ده تحصين عفوا سواء كان التحصين ده تحصين يومي أو تحصين وقتي لأنه نحن خلي بالك عندنا نوعين من التحصين تحصين يومي دعا العموم كل يوم لازم تحصن نفسك من الحسد وتحصين سهل يعني لن يكلفك وقتا ولا مجهودا ولا أي حاجة خالص وعندين تحصين وقتي اللي هو أول ما تتفاجئ بالحاسد أول ما تتفاجئ بالحاسد على طول في نفسك كده تذكر هذا التحصين عشان تحصن نفسك منه في نفس اللحظة وفي نفس الدقيقة طب إيه هو التحصين الوقتي وهي هو التحصين اليوم يا مولانا التحصين اليوم أحبتي في الله اللي هو صورة الفتحة آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلك قل أعوذ رب الناس دول كل طلعة شمس أول ما تقوم من دين الحبيب في الله تذكرهم على طول تذكرهم مباشرة ليه لأن هذا التحصين سيقيك على العموم من أعين الحاسدين ومن شر الحاسدين وقال النبي صلى الله تعهد الله أن من قرأ آية الكرسي في صباح حفظه الله حتى المساء ومن قرأها في مساء حفظه الله حتى الصباح وصيدنا النبس صلى الله كان يرك سيدنا الحاسد وصيدنا الحسين بيقول هو الله أحد والمعوذتين فأنت عندك الفتحة وقيت الكرسي قل هو الله أحد قل عزو رب الفلك قل عزو رب الناس وكل طلع الشمس تذكرهم تقولهم على طول وفي التحصين الي هو التحصين الوقتي انت طالعت فجئت بالحاسد قدامك تعمل ايه من تابعها على ملمة خلص دول هيكون هو خلص خبطك عين بعد الشر عليك يعني تعمل ايه تكرر في نفسك قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله خلي بالك عاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله أول ما تشوفه قدامك كده مع نفسك اعتبرها وردي يا سيلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله مرتين أو ثلاثة أو أربعة وخمسة على قدم ربنا يقدرك سبحانه وتعالى يبقى أنت كده خلاص حصنت نفسك منه وتمر منه بسلام وأمان وفي تحصين اللي هو يا جماعة الخير تحصين الممتلكات حضرتك فاتح محل فاتح تجارة فاتح مشروع بتبني عمارة بتبني بيت أي حاجة فهربحة أي حاجة فهنفعليك لأن الحاسد دخلي بالك مش عايز يشوف أي نعمة عليك هو كده مش عايز يشوف أي نعمة عليك مش عايز يشوف كويس أصلا طيب فإنت عارف إنه هيدخل عليك حد حاسد ممكن يجي يشوف المشروع ده حد بيحسد وإنت منتظر حد وشكك فيه فقبل ما يجيك يا حبيبي في الله تمت كده بأصبعك السبابة في المكان اتجارة المحل بتاعك المشروع اللي انت فتحه وانت وماشي كده مرة مرتين ثلاثة وتقرأ إيه الفتحة آية الكرسي قل هو الله أحد قل عزو رب الفلق قل عزو رب الناس انت وماشي كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولم وهكذا أخي في الله لحد ما تخلص حبيبي في الله تحصينك وانت ماشي كده بتلف بأصبوعك تشير بالسبابة تجيب الأياد مرة ولا تنين ولا ثلاثة الحد ما تحصن المكان وتحصن المطرح بتاع حضرتك يبقى الخطأ الثاني من الأخطاء التي تجعل أعين الحسار تتقوى علينا وتصيبنا بالأذى والضرر الشديد هو ترك التحصين والوقاية من الحسد والعين طيب الخطأ الثالث والأخير هو التعرض لأعين الحاسدين ودي برضو مشكلة من المشاكل حبيبي في الله انت ساكن أو مقيم في مكان عارف انه في المكان دا أو في الشارع دا أو في الحارة اللي انت أريب منها واحد بيحسد وانت تمر عليه في الطريق تمام حبيبي في الله حاول ما تتعرضش ليه كتير ما تخلهش يشوفه مش انت تروح ملبس للولد رايح المدرسة كده وتشيكه وتهندمه ومشاء الله كده مهندس صغير ولا دكتور صغير وتعد بيه قدام الرجل اللي بيحسد دا ما هيحسده والله هيحسده وممكن يموته النفس صلى قال ان الحسد يقتل كمان تروح تجيب السيارة بتاعتك وتلمعها وتهندمها وتوضبها وتمشي كده اه تتمختر قدامه بالسيارة بتاعتك هيخبطها وعين هيجيب اجلها هيجيب اجلها فالفكرة في ايه الفكرة انه انت ما تتعرضش كتير قدام الشخص اللي بيحسد دا يعني انت لو عرفته انه هو موجود استنى مثلا لحد ما يدخل بيتهم او يغل في اي دا عارف الساعة اللي هو بيعود فيها انت ما تعدش في نفس الساعة يا سيد عدي في اي ساعة وبش موجود فيها طب يا مولانا هنعمل يمنا برضو وهو قاعد في الشارع للنهار وانا لازم نعد ولازم هيشوفني والقصة دي يبقى حبيبي في الله خذ هذا التحصين وهذا الزكر اللي هو يا مولانا ذكر المرور امام الحساد ذكر المرور او تحصين المرور امام الحساد هو قاعد وانت لازم هتعدي معك ابنك معك بنتك معك مراتك وسيرتك اي حاجة انت خايف علىها تتحسن خف على نفسك حتى يسيدي بالحسن تعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم طول من تماشي قدامه اتكرر الايدي حتى عادي ارمي عليه السلام قول له سلام عليكم لكن دا ما يمنعش انك انت تذكر التحصين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم تقول اخي هذا التحصين وتمر امام الحاسد بسلام وامان ان شاء الله الى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم اسأل الله تعالى ان ينفعنا وإياكم بما علمنا وان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم ان نلقاه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته